وقبيل ساعات على بدء تخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان دونالد ترامب يتعاهد بالالتزام بوقف الحروب الخارجية ويؤكد أن قوات بلاده في العراق وسوريا في أدنى مستوى لها منذ 19 عاما كما أشار إلى أنه تم استثمار 2.5 تريليون دولار لتطوير القدرات العسكرية بما يشمل المعدات المصنوعة بالكامل للولايات المتحدة صحيفة والستريت جورنال تكشف أن رئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب طلب إعادة هيكلة القيادة العسكرية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل تفاصيل أوفى في هذا التقرير ترامب يطالب بإعادة هيكلة القيادة العسكرية الأمريكية لتشمل إسرائيل هكذا عنوان صحيفة والستريت جورنال مقالا لها كشف أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أمر بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الرئيسة في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل في إعادة تنظيمنا في اللحظات الأخيرة لهيكل الدفاع الأمريكي التي دعت إليه جماعات الموالية لإسرائيل منذ فترة طويلة وفق والستريت جورنال هذه الخطوة تعني أن القيادة العسكرية الأمريكية ستشرف على السياسة العسكرية التي تشمل إسرائيل والدول العربية وهو خروج عن عقود من هيكل القيادة العسكرية الأمريكية الذي تم وضعه بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاجون العرب يأتي هذا القرار بحسب الصحيفة في عقاب اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبلدان عربية اتكثفت جماعات الموالية لإسرائيل من مساعيها لتحمل القيادة العسكرية مسؤولية العمليات والتخطيط لتعزيز تعاون أكبر بين إسرائيل وجيرانها العرب وولستريت جورنال أضافت أن ترامب اتخذ هذا القرار في أيامه الأخيرة تاركا لخليفته جو بايدن تنفيذ القرار بالكامل والتعامل مع العواقب فيما رفض المتحدثون باسم القيادة العسكرية والحكومة الإسرائيلية التعليق